عبد العزيز ما سبب هذه الزيارة الوزراء الخارجية لكل من فرنسا والمانيا وإيطاليا هل من ملف محدد سيتم التباحث حوله أم أن هذه الزيارة مفتوحة على كل ملفات كان الهجرة لاستثمار الثاقة وغيرها نعم بالفعل هي في سياق التحشيد الأوروبي لدعم السلطات التنفيذية الانتقالية الحالية في ليبيا متمثلة بحكومة الوحدة الوطنية وكذلك المجلس الرئاسي الآن بالتحديد الحديث هنا في هذه الزيارة الآن سوف تبحث بشكل مباشر الآن مناب في حضور وزراء خارجية إيطاليا فرنسا وألمانيا مع الجانب الليبي بحضور السيد عبد الحميد إدبيب وكذلك وزيرة الخارجية بالعاصمة طرابس السيدة نجلاء المنقوش حول استئناف عمل سفرات هذه البلدان خلال الفترة القادمة وكذلك فيما يتعلق بمسألة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة النفط والغاز خلال الفترة المقبلة كذلك فيما يتعلق بمسألة إمكانية عودة الشركات الأوروبية للعمل ومزاولة مهمها وأنشطاتها بعد توقف دام لسنوات طويلة العمل في مناطق الجنوب وكذلك الشرق والغرب في ليبيا أيضا من هذه الزيارة كون أنها لها دلالات سياسية أيضا هناك أهداف اقتصادية بشكل مباشر من هذه الزيارة الآن ذكر السيد عبد الحميد الدبيبة في وقت سابق على أن انغطاء التيار كاربائي في ليبيا الذي استمر طيلة السنوات الماضية يجب الآن يكون هناك تعاون بين ليبيا والجانب الأوروبي في هذا المجال حتى يتمكن الليبيون بذلك بشكل مباشر أن تنتهي هذه الأزمة وكذلك فيما يتعلق بمسألة تحشيد أوروبا لدعم الاستقرار في ليبيا وكذلك تنفيذ كامل لخرط طريق ترجمة نانسي قنقر